السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة في هذا الفيديو بمشهة الله تعالى سوف نقدم لكم أهم الفوضة الصحية لتناول الرجلة وتسمى الرجلة في بعض البلدان العربية باسم البقلاء أو الفرفحينة أو البيربين وتسمى أيضا الرجلة باسم الحمقى متابعين الكروم نتمنى من الله عز وجل أن تستفيدوا من هذا الفيديو فإذا نال على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشهة الله تعالى فتيبعونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فوئد الرجلة أو كما تسمى البيربين أو البقلاء الرجلة هي نوع من أنواع النباتات الغرقية التي تنمو على ضفاف الأنهار والمجير المائية بما فيها حوض البحر الأبض المتوسط وتسمى أيضا بالبقلاء والفرفحينة في بعض الدول العربية وتحتوي الرجلة على نسبة عالية جدا من بين جميع النباتات على دون الأمغاثري ومضضة الأكسادة مثل فيتامين A وفيتامين E وفيتامين Z بالإضافة إلى مادة الغولتاثيون كما أنها تحتوي على الكاليسيوم والمغنيسيوم والماء والسوديوم والحديدة والفسور والبوتسيوم وغيرها الرجلة تدخل الرجلة التوزجة في إعداد بعضها وعصر توطى في البلدان العربية كما أنها تحضر مطبوخة مثل السبينيخ والملوخية الرجلة غنية بالعناصر الغذائية وقد أدرك الإنسان منذ القدم أهمية ورق الرجلة وخاصة في الصين والهندة والشرق الأوسط وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفواد الصحية لنبات الرجلة متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيبة الرجلة قال عنها ابن البيطورة أنها تعطي البرودة لمن يحس باللهب والتوقد وذلك إذا تم وضعها على فم معدة المريضة وإذا تم تنولها طوزجة وتساعد في تسكن ألهم الأسنان إذا ما تم مضغيها على الأسنان الصوبة بالتسوز الرجلة تعمل على تسكن ألهم قرحة المعدة كما أنها باردة وتطفى العطش وتعمل على تبريد جسم الإنسان الرجلة توفيد في حالة الإسهالة عن طريق شهيها وأكلها كما وتعمل على الشفاء من الجروح إذا تم تضمض بها سواء كانت مطبوخة أو نية الرجلة تعمل على تخفيض درجة الحرورة وإزالة الحومة بالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة مشاكل الفم واللثة عن طريق المضمضة بمائها الرجلة وتساعد الرجلة في علاج صدع الرأس والحك والجرب كما أنها تفيد في حالة القيئ الرجلة تعمل الرجلة على الشفاء من حرقة البولة وتفيد في البواسير عن طريق استعمال مائها كما أنها تعالج الصفروة وأثبتت العديد من الدراسات أن الأوراق الرجلة دور كبير في الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية وعلاجها أيضا نظرا لأنه منع نموها وتكثرها أوراق الرجلة وتساعد لتحفيز نشاط الجهاز المناعي الدفاعية المضاد للأكسادة في جسم الإنسان أما في الوقت الحالي فقد تم استغرام نبات الرجلة كنوع من أنواع المكملات الغذائية للأطفال بسبب غنيه بالمعيد والعناصر الغذائية المهمة لنمو وصحة جسم الطفل الرجلة كما أثبتت الدراسات أن أوراق الرجلة تساعد في استرخال عضلية نظرة لإحتواءها على مادة دوبامينة وأدوب كما أن هناك بعض الدراسات تقول أنها تعمل على تنشط عمل الغداء فوق الكالوية ولكن تلك الدراسات لم تؤكد بعد أصير أوراقها يساعد في علاجها مرضى المثانى كما أنه مدر للبولة وفي الطب الصينية تستخدم في علاج التهابة الزائدة الدولية متابعين الكروم إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمجيئة الله تعالى